على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملفات عراقية إقليمية ودولية مهمة في توقيت حرج ومفصلي بالنسبة للمسار السياسي العراقي داخليا ويمكن أن يقال أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ستحمل قضايا مفصلية منها ما يتعلق بوضع العراق في المنطقة فضلا عن علاقاته بجيرانه وكيف يمكن أن تكون وهو ما دع مراقبين المنطالبة باستغلال هذه الأعمال من قبل رئيس الحكومة العراقية الذي التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذا اليوم اللقاءة التي جريها الكاظم يمكن أن تعكس النتائج الإيجابية فيما لو استثمرت قوة العراق الاقتصادية فضلا عن دوره الجغرافي في المنطقة ملأ بالأزمات لكن المحور الأساس الذي يترقبه الشارع العراقي على وجه الخصوص يتمثل بورقة بغداد المتأزمة سياسيا في صناعة حكومتها الجديدة والتي أثقلها الانسداد الذي يقارب العام منذ إجراء الانتخابات المبكرة وبين حديث عن تدويل الملف العراقي لم تتضح معالمه بعد لكنه موضوع على الطاولة الأممية التي تدعم رأب الصدع السياسي في الداخل العراقي فضلا عن مخاوفها من تفجر صراع محموم في العراق في ظل الحرب الروسية الأوكرانية تأتي زيارة الكاظمي إلى أمريكا هذه المرة في ظل مخاوف عراقية شعبية من تكرار التصايد الذي حدث سابقا بشتى أوجهه في ظل تواصل التوتر السياسي المستمر إلا أن حديثا يدور في أروقة الأوساط السياسية عن جولة جديدة من المفاوضات ستجرى بعد عودة الكاظمي إلى بغداد اشتركوا في القناة